احنا اكملنا استعداراتنا والاستحضارات كاملة كمت من قبل المفوضية ما يخص التنسيق والخطط هناك خطط تم اعدادها من قبل قيادة العمليات وقيادة الشرطة جرت عدة مؤتمرات اكثر من سبع مؤتمرات في قيادة العمليات وقيادة الشرطة وتم توزيع الادوار والمسؤوليات والمهام على كافة التشكيلات الامنية والعسكرية والشرطوية كل جهة اخذت دورها وكان لنا تنسيق مع الحكومة المحلية والمفوضية لتنسيق العمل اما ما يخص الانتخابات اللاحظ بدأت توافد منذ الصباح الباكر على المراكز هناك تنسيق مع المفوضية وتنسيق مع المواطنين ده اشوف اكون سجام وارتياح للمواطن على الخطة الموضوعة للسيطرة على قضاء الفلوجة واطرافها القطاع الانتخاب الثالث ونوعد اهلنا ان شاء الله اليوم يعتبر يوم تاريخي ويعتبر احتفال كبير لانجاح هذه المهمة سيادة عامل ماذا عن الانتشار الامني وحضر التجوال وقضاء طرح ما هي الخطة الامنية الانتشار الامني بصورة عامة احنا اكملنا كافة استعداداتنا للدفاع على المدينة هناك اطواق خارجية وهناك واجبات داخلية اما بما يخص حضر التجوال لم يصدر امر من المراجع بايقاف المركبات وحضر التجوال باستثناء المركبات التي تحمل اكثر من خمسة طن للحمولة هناك قطع بسيط مركزي لتأمين الدفاع بالتنسيق بالاطواق الثلاثة المتمثلة في العمل الشرطة والعسكري والامني للحفاظ على انسيابية المسرات الممرات التي يتم من خلالها دخول الوافدين بالنسبة للنساء هناك خيم خاصة وممرات خاصة للتبتيش وكذلك للرجال فهذه الممرات تكون معكوسة حتى ما يصير احتكاك ويصير ازدحام في المداخل اما ما يخص قطع الشوارع لم تؤشر اي حالة ولم تؤشر اي ازدحام مرورية واختناقات مرورية في كافة التقاطعات هناك خطة مع النجدة ومع المرور وعدنا مقر عمليات يتابع من خلال الكاميرات المركزية اي انقطاع او اي ازدحام مروري يتتوجه المرور والنجدة الى محلاتهم لاخد دورهم لفتح الشوارع واستمرار الانسيابية